موسيقى السلام عليكم شباها و مرحبا اليوم بهذا الفيديو سنطرح موقع ايبوت للمرة الثانية مع اني انا كنت شرحت المرة الماضية بس المرة الماضية كان فيه مشاكل بالصوت و انا باعتذر عن الفيديو اللي شويه كان فيه مشاكل عليه المهم اليوم راح نحاول نشرح الموقع بطريقة اسرع شبا هو نفس الفيديو الماضي بس راح احاول استعدل بالشرح بس الموقع شرحه على القليلة بطول الساعة هو موقع اقتصاصه بالتعدين السحابي بتعدن العملات يعني تبعد الساتوشيات اللي عندك لهون مثلا اذا عندك الف اولا الفين اولا مليون ساتوشي هو بيعطيك بالنسبة على الساتوشيات اللي عندك اذا عندك مليون ترطيه مثلا هو بيعطيك اليوم مثلا 3 بالمئة 10 بالمئة 5 بالمئة حسب حسب المعاملة اللي انت بدك تبلش فيها المهم اول شي بنيجي على الساين اب او التسجيل بتضغل على كلمة ساين اب من كلمة ساين اب بيطلع لك عندك فراغين الفراغ الاول بيطلب منك الايميل والفراغ الثاني بيطلب منك الباسبولت بالدخل للايميل شوف مدل ما هم موجود انا حتى ما رح امزح ما رح امزح الايميل يعني هذا الايميل الموجود ما رح امزحه ولا رح اعتم عليه يعني اي هو بالفيديو الايميل مثلا هو بتنزل اي ايميل بدك المهم بتكون الايميل يعني لازم تكون بتعرف الايميل مشان ترجع تفعل الايميل لانه بيبعط لك رسالة ساعة تسجيل حاليا اذا بدي اسجل بيبعث لي رسالة تسجيل على الايميل الخاص بني انا حاليا مسجل بيجعل التسجيل على الدخول بيجعل الدخول هو على اغلب الاحيان بيعطيك هون كوبشا اوكي دخول هون بلج عندي بتسجيل الدخول انا الموقع اصلي فيه مكان اكثر من ستة شهور الموقع الموقع كويس بس الموقع فيه مشكلة اذا بدك تعدد بالمبلغ الكبيرة يعني انت بدك تستنى اقل عقد عندك هون بهذا الموقع خمس سنين يعني ان تستنى فترة تستنى فترة طويلة حتى تحصل ارباح وانا ما بنصح بهذا الشيء بالذات لانه الكل عم يشتكي من صعوبة التعامل مع هذا الموقع اوكي عندك الموقع اول ما بيبلش بيعطيك كل يوم واحد دوكي كوين هون واحد دوكي كوين الموقع بيعدن من البيت كوين للليت كوين للبلاك كوين لأي عملة بدك اوكي وبيعطيك برامج شوف اللي متجي هون بيعطيك برامج برامج يعني بتجعل كلمة protect cloud mining هون بيعطيك السحابة التعدينية هون شوف بيعطيك قوة السحابة واذا بدك تستري عن طريق البيبال وعن طريق العملات الالكترونية الموجودة عندك هون هذا هو خيار البيبال بيعطيك انه بيعطيك باليوم مثلا كذا بتحسب اذا في عندك مثلا عشرة جهاز بيعطيك مثلا باليوم عشرين ولا عشر تولى ثلاثين الف ولا شو ما كان المهم هذا الخيار ما بيهمناه الخيار الثاني اللي هون تحت cloud folding هذا هذا الخيار يعني ما عاد يشتغل مثلا اول بالاول كان شغال كويس ما احلى وهذا الخيار على كل الاحوال بيعطيك بعملة الكوري كوين يعني بنرجع على الاكاونت شوف انا عندي حاليا هذا المبلغ هذا المبلغ الموجود حاليا بيعطيني بس بهاي العملة ما بيعطيني يعني اذا انا بدي زيد قوة التعديل على البيتكوين ما بتعامل فيها بيعطيني بس بالكوري كوين وهنا اذا بدي عدن بالكوري كون حاليا يعني قبل كان يأخذ عليه عمولة 5 بالمية حاليا بيأخذ عليه عمولة 20 بالمية يعني ما كويس ما بتصح هذا لي اوكي نرجع على الخيار اللي بعده هذا السوفتوير السوفتوير بيعطيك شوف من الويندوز للمعك للينوكس لكل هاي بيعطيك سوفتوير لكل البرامج الموجودة يعني انت اذا بدك تعدن شوف يطلع لك وشوف هذا الفيديو انت فيك تستفيد من هذا الفيديو اذا بدك انا نزلت البرامج وعدنت عليه 4 ايام ما استفدت منه شي يعني عبارة تبس بتجيك فاتورة الكهرباء اكبر والتعديم ما بتستفيد منه شي زيادة يعني اذا بدك تعدن من خلاله فينك تعدن شوف نرجع الاكاونت كانت تعدن من خلاله البيتكوين والريد كوين واللوكي كوين بس الموقع بالفزم والتعديم يعني التعديم هو جماعي يعني شو ما بتجمع هذه المجموعة اخر شي بتقسم تقسيم يعني ما بنصح فيه اوكي بنجي على اول عقد لا اول واحد بدي يشتري اي شي بدك بدك تبلش بهذا الموقع لان اول ما بتبلش انت بهذا الموقع بتكون كل الارقام هاي صفر 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 عشمال اوكي انت بدك تبلش اول شي بتحط السهم على البيتكوين اذا بدك بيتكوين اذا بدك دوكي كوين هون بتحول السهم من هون القائمة على الديكوين تجي تنزل على خيار دوكي كوين شوف بدك باللايت كوين ما في مشكلة بتجي على خيار اللايت كوين بتضغط على خيار اللايت كوين ان تجي تنزل حدوث بتحول المربعة التعديل لا معنا ساء قوة التعديل الموجودة عندي حاليا هاي هي القول الموجودة عندي حاليا اذا بدك تشتري بهذا الموقع عن طريق البيتكوين اللي موجود عندك او عن طريق البيتكوين بيطلب منك هذا الخيار اللي بيعطيك اول خيار بالبيبال والخيار الثاني بالعملات الالكترونية الموجودة عندك اذا بدك تحول مبلغ لهذا الموقع لازم تأخذ البيتكوين هذا الخيار يعطيك العملات الموجودة عندك مثلا انا عندي حاليا موجود بهذا الموقع عندي مثلا انا عندي خمسة وثلاثين ارساطوش بيمكني يشتغل بهاي العملة بيمكني يعني عدن بهذا المبلغ الموجود بطلب اول خيار التعدين اول خيار التعدين هو عقد لمدة خمس سنوات عقد لمدة خمس سنوات البيتكوين لما بتكبس على هذا الرابط على هذا الرمز يترك الخيارات الموجودة للسحابة التعدين الاولى والثاني والثالث والرابعة السنوات والثاني 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 الموجود يعني اذا بدك تزيد قection 똑 обычно وما بنصح بتزيد الخيار لمرتين لانه بتخسر العملات الموجودة لانه اذا بتضيف اول خيار بخمسة دولار ولا بعشة دولار بترجع تكمس نفس الخيار بتضيع عليك العملات الموجودة اثنين خيار الكلود فولدينج لا تستعملوا لانه فيه منه فائدة مثل اول عندك الخيارين الاول لمدة خمس سنين هون الكلود اس عاد شبعة 2.0 خمس سنوات رنتل اوكي وعندك اللي بعده لاربع عشر ساعة وعندك الخيار سكريبت كلاود سكريبت لمدة اربع عشر ساعة هذا اقوى خيار موجود هذا هو شوف هذا هو الخيار اذا بدك يعدن فيه مباشرة يعني على كل واحد على كل واحد من هذا الام الام اي اس بيأخد عليك عشر دولار اذا ويمكن يعدن حتى بخمسين ساعة وشي ما في مشكلة المهم تنظر لتحت شوف عندك هال اول شي عندك هال نجمة بالريفيرال هون اللينك اذا بدك الريفيرال وشوفه هون هون عندك البول انفو شوفه هون بدك كمان اي برنامج بتنزله داونود للويندوز اوكي بيو ماينر هون عندك كل الخيارات الموجودة ولكل خيار فيه له كلمة السير والباسورد واي شيء اوكي الخيار اللي بعده عندك هون هي الهيستوري الهيستوري بتنزل لتحت بتشوف الهيستوري شو بعض لك يعني اخر معاملات اللي بعثها شوف انا حاليا بيحول لي مثلا او اي مبلغ انا بستعمل هذا الموقع لانه بيحول لي البيتكوين والريتكوين شوف نجع على الاكاونت انا اذا بدي احول اي مبلغ لهذا الموقع لازم انزل على خيار الديبوزيت لما بتجي تنزل تحت على هذا الخيار شوف قطنا على كلمة ديبوزيت تحت فتح عندي كل هالعاملات الكاترونية شوف لما يفتح اول مرة بتكون هون موجودة كلمة بس كلمة وحيدة باللون الازرخ لما بتضغط على هذه الكلمة بيعطيك بدلة ادراس تأخذ هذا الادرس كوبي اذا عندك عملة البيتكوين بتحول البيتكوين اذا عندك عملة لايتكوين بتضغط على نفس الكلمة بيعطيك ادراس مثل هاي طويل تشوف تأخذه كوبي تروح على المحفظ اللي عندك بتبعث اللايت كوين يعني اي عملة بدك تبعث منها من خلال اي محفظة لازم تأخذ نفس العملة من نفس العملة نفس الادرس ما بتجي تأخذ مثلا من دوكي كوين وتروح على محفظة بيتكوين تبعها بيتكوين راح تخسر كل الاموال اللي بدك تبعثها انا بستعمل هاي المحفظة او هذا الموقع اللايت كوين انا ما في داعي افتح في محفظة الدوكي كوين الديها اس الريد كوين يعني هاي الجملات انا بجمعها من كل الصنابير الموجودة او المواقع الموجودة يعني عندك شوف الموقع اللايت كوين بيعطيك مليون مسلا خمسمائة الف لايت كوين اوكي انا حاليا عندي هذا المبلغ شوف المبلغ ثلاثة مليون فاصلة سبعمائة الف لايت كوين اوكي انا اخذ الادرس تبع الموقع شوف هذا الادرس شوف هذا الادرس شوفوا راح كبر اللوحة راح كبر الشاشة راح كبر الشاشة اوكي نريد ان اخذ الادرس فكانه لان ان اخذ الادرس مكاني لان اخذ ذا في الان ابلغ ثلاثة من الادرس شايف الادرس الادرس هذا نفسه انا ما في داعي يعني عندي يكون عشر محافظة حتى يشتغل بهذا الموقع لا انا عندي محفظة واحدة محفظة واحدة اساسية اللي هي البيتكوين اوكي والبقية المحافظ ما في داعي انت تكون عندك محافظ انت بتأخذ هذا الادرس وبتجعل المون لايتكوين المون لايتكوين لما بيحول لك هو بيحول لك كافة العملات كل اسبوع اوكي انا بكرة ما زرها نرجع لزر الشاشة لانه خلينا نشوف شو انا يعني يوم الاحد من كل اسبوع شوف هون يعني بيحول لي هو كل كل المبلغ الموجودة اوكي انا التحويل حول ليها مسلا موجود بالتاريخ اوكي انا نشوف هون بهذا التاريخ اخر اخر محاملة من هذا الموقع بهذا التاريخ وصلت للايبوت اوكي يعني كل اسبوع بيبعت لك المبالغ من دون ما يكون عندك محفظة انت بيكون عندك انت بتكون عبارة انه وصية بتاخد هذا الادرس من الادرس من هون شوف بتاخد هذا الادرس هون الادرس اللي هون موجود تجي بتحط الادرس و بتحط ايميل ما في مشكلة بتحط اي ايميل بس هذا الادرس اللي اللي بيطلبه منك بتصير بتبعث المبالغ كل اسبوع لهذا الموقع ونفس الشي يعني نفس الشي عندك بالدوغي كوين الدوغي كوين عمي عنديك كمان يعني بياخد هذا الادرس كل شي مواقع بتعطيني دوغي كوين انا ما في داعي افتح محفظة بالدوغي كوين لحتى اصير اشتغل بهذا الموقع المواقع اللي بتعطيني اي هو دوغي كوين واللي مشهورة عندك المون دوغ كوين شوف المون دوغ كوين كمان بيعطيك كل اسبوع اوكي وهو سنبور دائر بكل الاحوال يعني هو سنبور يعني موقع بيعطيك استراتوشيات بمجرد التسجيل بمجرد التسجيل يعني اذا بامكانك تدخل عليه كل خمس راعات او كل اسبوع بيعطيك بس حاليا عما يعني اذا بتفوت كل 24 ساعة بيعطيك واحد بالمية بونوس يعطيك واحد بالمية بونوس اوكي وهذا الموقع شغال بكل الاحوال يعني شغال حتى لما تطفي الكمبيوتر عما يجبع لك الصادوشيات يجبع لك الصادوشيات لما انت بتجي بتدخل بتجمع بس عبارة بتجمع بهذا الشكل اوكي انا عندي حاليا موجود مسلا حاليا موجود 13 دوغي كوين اوكي ننزل لتحت نكوس على انا عندي حاليا انه بالمانيا بيعطينيها الكلمة او شو هي بتجمل انجليزي بالقربية ممكن تطلع عرض يعني ما في مشكلة ندخل هاي الكابتر الموجودة نضغط على الكلمة تطبيت اوكي نشوف حاليا بنزل لتحت نشوف شو عاطنا هو بيعطيني كل يوم مسلا واحد بالمية بونس يعني حقيا انا صار عندي هذا البونس واحد وثلاثين بالمية واحد بالمية على كل ريفرر واحد بالمية وسبعة بالمية هو يعني هاي حسابات يعني اعتباطية اوكي ال13 دوكي كوين حسب اليوم ال13 دوكي كوين راح بصير التحويل كل يوم مسلا احد على موقع الايبوت اذا بامكانك او اذا بدك مثلا بتشوف اي عملة الاغلى مسلا انا عندي حاليا الدي اسحى غالي دولارين وتسعة واربعين سنت ما هي حال اسعار مسلا البيتكوين حاليا ميتين وخمسة وثلاثين دولار اللايت كوين حاليا دولارين وستة وثمانين سنت دوكي كوين مازي هذا بس دوكي كوين انا بجمع دوكي كوين حاليا لعله وعسى يرتفع السعر ماشي ونجزة على الخيار اللي بعده ودراو او مسلا سحب الاموال لو بتيجي على كلمة سحب الاموال هون كلمة سحب الاموال ما بدي اي شي بدك الادرس تبع البيتكوين تبع المحفظة الموجودة عندك اذا كانت باكزابو ولا ببلاوكشين بتدخل الادرس اوكي واذا بدك بتحط هون مبلغ مسلا كل خمسمائة الف او كل مليون ساتوشي بيحول لك هون اوتوماتيكا او اذا بدك بتحول منول يعني انا حاليا موجود عندي هذا المبلغ انا بيمكني بس اضغط على كلمة ودراو شوف انا بيمكني اجرب اضغط على كلمة ودراو اوكي حول المبلغ المبلغ قليل لازم يكون عندك اعلى قليلة مية الف ساتوشي مية الف ساتوشي حتى يحول اوكي اقل المبلغ بيمكنك تحول من خلال البيتكوين هو مية الف ساتوشي مية الف ساتوشي واذا بدك تحول من اللايت كوين كمان بتدخل الادرس بس اذا ما عندك محفظة بال اللايت كوين او بالدوك كوين او بالاي عملة ثانية بتحول العملات لهذا للبيتكوين وبعدين تصير تسحب الاموال للمحفظة الموجودة عندك بالبيتكوين بتجعل هذا الخيار تحويل العملات شوف بيرزع بتجدد اللاوعة هو وبتنزل لطحت شوف يعطيك هون هذا الخيار بيتكوين هو برأس القائمة على طول بنزل لك البيتكوين وبيعطيك هاي الكلمة فرام يعني من الى ما بدك تحول انت من البيتكوين شوف من البيتكوين او من اللايت كوين او من الداوكي كوين اذا تشوف شو عندك مبلغ مسلا اذا عندك لايت كوين بدي يحول من اللايت كوين بضغط على هذا الخيار بيرزع بعمل الريستارت هو بيشوف شوفي عندي بلايت كوين عندي بسلا بلايت كوين هذا المبلغ الحاليين وجود بدك بتحول اللايت كوين للبيتكوين بتجعل هذا السهم القائمة بتنزل بتنزل لتحت على خيار البيتكوين يعني انت بتحول من البيتكوين من اللايت كوين للبيتكوين بيرزع بيجدد الصفحة بيحسبلك هون هو حاليا بيحسبلك ان هذا المبلغ انا باخد عليه عمولي خمسة بالمية بيعطيك هذا المبلغ اوكي لما بتضغط على هذا الخيار باي اوكي راح مباشرة بس تضغط على تضغط عليه يعطيك بس بتعطيه الموافق راح يحول لك العملات اللي موجودة بين اللايت كوين للبيتكوين ونفس الخيار بيمشى على كل العملات يعني راح ألغيها المعاملة ونفس الخيار بيمشى على الواتوكي كوين او اي عمله بدك اي عمله بدك من هذا الموقع بيه الطريقة وعندك خيار هذا الخيار لما بدك تزيد خوض التعديل يعني انا حاليا عندي مثلا اي عشرة مليون اوكي او والفرض رقم الاول بس انا عندي حاليا عشرة جيجا هاش اوكي العشرة جيجا العشرة جيجا العشرة جيجا حاليا هاي الموجودة انا بدي زيدة مثلا بيطلب اني اي خيار بدك بالفيباين او بالبيتكوين او بالعملات الرقمية الموجودة منزل لتحت شوف منزل لتحت بيطلب تحديد العملة بتحدد العملة الموجودة مثلا انا حاليا عندي مثلا اكتر شيء انا بعد اخر شحة ما خليت شيء بهذا المبلغ بهذا الموقف لانه انا ما اتعدن فيه مثل اول انا بس بقعت علي اللايت كوين والبيتكوين والدوكي كوين وباخد البونوس حاليا راح نرزع البونوس اخر شيء اتحدد المبلغ الموجود مثلا بدك زيد قوة التعديد هذا العدد لازم يكون اكتر لحتى يعطيك بليون لازم يكون لازم يكون عشرين او خمسين او مئة حسب قوة المبالغ اللي عندك يعني عندك مثلا مليون مليونين او اذا بدك ما بتحول اي شيء تبقى الادرس اللي موجودة مثل ما حكينا بتجعل كلمة ديبوزات اوكي بتنزل لتحت تاخد ادرس تبع اللايت كوين وتروح على اكتفة صنابير اللايت كوين بتجمع وسير يبعث اوتوماتيك لي لهذا الموقع اوكي واذا بدك تاخد الادرس تبع اي عمل اللي بدك هون عندك او بلاك كوين الان ام اس اوكي بدك الداوكي كوين اي عمل اللي بدك تاخد الادرس بتروح على الصنابير الموجودة هاي الصنابير بتحول لك المبلغ مثلا الى هون مباشرة نرجع لهذا الخيار اللي كنا بدنا نزيد فيه كلاود ماينينج بتنزل لتحت بيطلب انك اي خيار بدك بيعطيك خيارين بالبيبال ولا بين عملات الالكترونية الموجودة بالعملات الالكترونية الموجودة حاليا ما راح نضيب شيء من البيت كوين او عفو من البيبال بتنزل لتحت انا بدي بالعملات الموجودة لاندي بيضغط على غير بيرجع بيصفر اللوحة بيرجع بعيد ننزل لتحت بيشوف المبلغ الموجودة عندي المبلغ الموجودة عندي انا عندي هذا المبلغ باللايت كوين بيطلب عليه عمولة هو خمسة بالمئة اذا كنت انا بدي اشتري هذا العقد لا انا ما بدي هذا انا بدي انه هذا حاليا الموجودة عندي هذا العقد اذا اشتريت فيه مرة تانية اذا اخذت نفس العقد مرة تانية بيخسر الاموال الموجودة عندي هاي الاموال اللي عندي بتصفر بالمرة فينزل على الخيار السكريبت هاي السكريبت بضغط عليه بيرجع بيحسب مع نفسه بيعطيني اللوحة هو هاليا ها بيطبني انه هاي الخيار اللي انا حددته هاي الخيارين الاول والتاني على هاي الخيارين هاي العملة الموجودة بالسكريبت ل 24 ساعة بياخد 5% هو حاليا عمولة فيه بيعطيني هذا المبلغ الموجود اوكي انا لما بكون موافق بضغط على كلمة موافق خلص انا اشتريت بيعطيني هون هذا التاريخ مثلا ب 25 تسعة 2015 انا عندي هذا العقد بلش ل 24 ساعة يعني لبكرة لنفس الوقت هذا بيخلص هذا العقد 24 ساعة وبنرجع على الاكاونت اوكي ننزل الى تحت شوي ونشوف هاي الكلود سكريبت شوف هاي الكلود سكريبت وهذا العقد اللي موجود عندك حاليا قديم الكلود سكريبت هذا الموجود حاليا لمدة 24 ساعة بيعطيك هون 23 ساعة وتسعة وخمسين دقيقة اوكي هو يعطيك مثلا هذا المبلغ هو المبلغ كان يعني ما نتعكد منه 500 ألف لايت كوين المهم المبلغ لما يكون اكبر يعطيك القوة اكبر نرجع نشوف نشوف القوة التعديل زادة لا شوف شلون ف انا هون شو بدي استفيد انا مستفيد شي لانه اخرت من اللايت كوين ورجعت حطيت هذا الخيار على اللايت كوين هذا الشي ما انا مزبوط هذا الشي خلط انا بيمكني زيد القوة الموجودة عندي هاي انا بدي ازيد هاي القوة الموجودة قوة التعديل الموجودة هاي على هذا الخيار من القائمة نمزل لتحت الاخير شو الخيار GHS 2.0 اوكي لما بضغط على هذا الخيار نمزل المربع نمزل المربع نمزل المربع لهون انا بضل زيد بهذا الخيار بضل بزيد لحتى يوصل 20 او 50 او 100 او 150 يعني بتحمله شهر شهرين لحتى يزيد لحتى يوصل المبلغ اللي انا بديه بنزل الى تحت بشوف شو بيعطيني باليوم مثلا او بالساعة اوكي اذا بتكون عندك مليونين او ثلاثة مليون ساتوشي او او شو ما كان باللايت كوين بتحول لهون لما بتستري هذا الخيار بتضلك تزيد على هذا الخيار لحتى يوصل 50 او 100 بصير يعطيك باليوم هون مثلا باليوم واحد دولار او بيكون عندك مئة مليون بيعطيك باليوم مثلا او خمسة دولار اوكي بس بتشوف انه موصل 50 او 60 او 100 بترجع بتصفر العداد او بترجع بتاخد هذا المربع هذا المربع لحتى تحول على البيتكوين بتجي تضغط على هذا الخيار الخيار الاول الموجود في القائمة على رأس القائمة يكون البيتكوين تضغط على رمز البيتكوين بيرجع بتحول المربع لبيتكوين حاليا نحنا عم نعدن بالبيتكوين من شوي كنا عم نزيد قوة التعدين يعني كانت عم تزيد شوي وعندنا هذا الخيار الاخير اللي هو البونوس البونوس بيمكانك تستفيد من البونوس باول يوم لما بتلعب بيمكانك تستفيد تاخذ البونوس دغري متعدن يعني اي شخص بيدخول جديد بيفكر انا لا يجب ابعث اموار ولا لا انا عندي مثلا نزادوش ابعث لا مباشرة تجي على كلمة فاوس اوكي تنزل لتحت انا ما رح يعطيني الا انه انا اليوم اخذ بس رح نعيد المشهد بتيجي على الكابتشا وبتلغط على الكابتشا هون حاليا اذا ما اعجبتك بتغير مباشرة من هون بيعطيك بيعطيك نرجع و نعيد لانه اليوم ما اعلم شو صايره بيعطي فيديو اوكي نتحمله شو صايره اذا بدك لازم تستنى هون خمس عشر ثاني ثلاث ثواني ثانيتين او اذا بدك بس ان تضغط مباشرة بيعطيك الكلمة اوكي 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 شوف تلزل لتحت تلزل لتحت تلزل لتحت تلزل لتحت شوف شو لانه اليوم اخذت البونس اليوم هو بيعطيك البونس باليوم مرة واحدة شوف تلزل الكون من كل كومن لديك الموقع نضغط الموضوع اوكي لانه اخذت اليوم اخذت البونس نرزل على اكاونت يعني هذا الموقع اي واحد فيه اي مشكلة فهذا الموقع ممكان مرسلتي او يترك اي تعليق تحت الفيديو ممتلك او بالفيديو الماضي انا حتى منزل رقم تليفوني تحت الفيديو اذا حدا بده عن الواتس او يرسلني كمان ما في مشكلة وبتمنى يكون الشرع كويس وبتمنى الفيديو يكون يعني اعجب الشباب لا تنزونا من لايك او اعجاب او او شير بتمنى للكل التوفيق وسلامه